طيب دايما يتقال في الاتحاد الكورة أو في الاتحادات المختلفة أن الاتحادات بتاخد كل القرارات إلا على الأهلي والزمانية بيخافوا من... نصدق الكورة عنه؟ نصدق الكورة أيضاً إلا على الأهلي والزمانية هل ده الوزارة الغيادة برضه بتحط في اعتبارها فكرة الأهلي والزمانية فكرة أن أنا قبل أن أخذ قرار خاص بالأهلي أو خاص بالزمانية بفكر ألف مرة ولا الموضوع خاضع لقوانين ولوايح ومصلحة عامة بشكل عام لما بياخد الموضوع رأي عام وبياخد عدم اتزان في القرار بتكلم على كرة وأنديها كبيرة زي الندين يعني الكبار بتوعنا الأهل والزمالك لما بياخد الموضوع المشكلة أخذت رأي عام وما فيش حلول لها من المعنيين بتدخل وبكون يعني لازم أعمل حساباتي زي بعض الأندات الشعبية بعض الأندات الشعبية النادي بيمثل محافظة النادي موجود بيدير عنده جامعاته العمومية يعني بيتحكم يعني بيعرفيعمل كنترول عليها والرأي العام يعني التدخل هندخلت زي لما ببقى فيه المشكلة يعني أكتر من لازم والدنيا مش مزبوطة لازم أتدخل وكون يعني موجود طرف بأكتر من وسيلة لازم يبقى يعني عندك حلول وبدائل كتير وده احنا بنعمله عندنا حلول وبدائل كتير يعني فالأهل والزمالك دول الناديين الشعبين الكبار اللي ليهم شعبيتهم بره مصر بشكل كبير جدا اللي ليهم تاريخهم بالإضافة لأنديها الشعبية الأخرى يعني اللي بيدير بس المنظومة هيخد باله يعني اللي بيدير منظومة لكل المنظومة يكون في عدل على كل الناس يكون فيه قصص يكون فيه لوائح مش هتحصل المشاكل بهذا الشكل بتخرج عن النمط أنا دايما بقول أنا مش وزير كرة يا جماعة بس حصلت وخرجت المشكلة يعني بتصل وحل الكرة لما يكون فيه بطولة مصر هتستضفها لازم موجود لأن دي صورة مصر الزهنية هنتعامل على مستوى كبير لما يبقى فيه نادي بيلعب في بطولة أفريقية لازم أسنده وسفرت للأهل في تونس وزمالك برضو وأزيرته هنا ويعني لما بيوصل للنهاية يعني لازم يكون موجود بشكل اللي هو بما يمثل الجانب الوطني والقام ويمكن تأكيدا يعني وصول الأهل والزمالك لأول مرة في تاريخ بطولة دور الأبطال إلى نهائي دور الأبطال المباراة النهائية دي ما حصلتش أبل كده أعتقد أن ده برضو لي دور كبير بالنسبة للدولة بصفة عامة يعني فكرة الحرص على إقامة مباراة الدوري وعدم إيقافها في الفترات اللي فات في حرص طبعا شيء جدا الجايحة في الفترة الأولى احنا دايما بنكلم قبله وبعد يعني الفترة الأولى كان في حرصه والعالم كله بدأ يعني يقف فترة معينة احنا كمان لما وقفنا كان لازم يكون عندنا حلول عملنا يعني نظام لجنة طبية وعملنا نظام الأكواد وعملنا مؤتمر صحفي كبير جدا اللي هو بيتطبق يعني حتى تاريخه ولما أصرينا بالدراسة أن احنا يعني نبدأ بجدول زمني أنا فاكر أن احنا يعني تقريبا من نص ستة بدأنا كورة وكان شهر النص سبعة أن يبدأ المنافسة ودي كانت فترة يعني علميا أن فترة ما بعد المنافسات يعني ما قبل المنافسات أن احنا توقفنا زيها فيحصل إعداد أمكاننا في الكورة ورياضات الأخرى لكن الكورة لما بدأنا وبدأنا الدوري وتبقى الكود والأكواد الموجودة مع نهاية الموسم على المستوى الأفريقي ده أدى إلى زيادة استعداد فرقنا لأن احنا بدأنا بدري عن الدول الأخرى البعض كان بيحسب حسابات يقول لا ده الناس هتنهك وكمان الاستهلاك الاقتصادي أكتر طب الناس هيحصل كذا طب اتضح دراستنا هي اللي صح وشوفنا الأهل والزمالك وشوفنا فرق بتاعتنا وشوفنا المنتخبات الحمد لله منتخب كبير نتيجته أفضل من الفترة الإعداد الأولى ومنتخب الأولمبي والأنديا نديا لأهل الزمالي فده كله كان ناتج تقطير جيد ترجمة نانسي قنقر